موسيقى الوالد رحمة الله عليه كان متوارسة الصلعة دي من أبوه من جده فكان راجل رحمة الله عليه صاحب فكر رغم أن احنا كلنا نتعلم في المدارس إلا أنه برضو أصرحنا نعرف الصنعة ونتعلمها ونتعلم أصولها ودي كانت من أفضل المواقف اللي ربنا أكرمنا بها في حياتنا أنك تتعلم شيء بأصوله وعلى طبيعته وعلى بكل معانية يعني طريقة مثلا البحار بالمركب وطريقة عمل الشراع وطريقة التوظيب وطريقة يعني التعامل مع الناس حتى والتعامل مع السايح يعني فيه أمور كثيرة بتحتاج أنك أنت ربنا يفيد عليك تتعلمها من حد الاجتهاد لوحدي ما بقاش الاجتهاد اجتهاد إلا لو أنت عندك الصنعة أو عندك الأساس في التعليم تعيب على كده الخبرة وتعيب على كده الاجتهاد شراع للمركب ده بي يخضع لكذا شيء منها طول المركب وعرض المركب ارتفاع الشراع نفسه القرية بتاعت المركب طول البومة فده كله أنت بتعمل يعني نسبة وتناسب مع المركب نفسه بحيث أنه ربنا يفيد عليك تعمل حاجة تتناسب زي الترزي كده لما يعمل لحد جلبية أو ينفصل له مثلا بدلة بيأخذ مقاساته التصنيع بيتم في الورش حاليا قبل الصاج حاليا المركب مصنوعة من صاج وخشب مبطنة بالخشب قبل كده حضرتك ده بيبقى كان كلها من الخشب خشب الصن والمسكي كلام ده كان من فترة وانقرض لأنه الخشب متعب بيحتاج له كل سنة أنه مع المية يشرب مية يعني يتلف تبتعوز تغيره لكن الصاج تبارك الله يعني يديك عمر مع شيء من الصيانة ترفع المركب كده تخسلها قسلة كويسة من الصداة ومن المواد العالقة فيها في المية فتبصت لك بيحك تديها دهان ضد الصدا مش بالضرورة أنه كله بقى زي بعضي حسب الصيانة لو الصيانة جيدة يبقى في عمر طويل لو ما فيش صيانة لا تلف طبعا بالذات لأن المية سبحان الله قوية فسواء صاج أو خشب المية الشديدة عليه ترجمة نانسي قنقر